كده عملنا Start Recording اهو طيب دلوقتي طبعا احنا كالاخر حاجة واسوبنا لها المرة الفاتت اللي هي في Spark Ignition Theory of Detonation و Theory of Locking النهاردة هنبدأ اول بارت في Compression Ignition Engines الكمPression Ignition Engines هنستاذي process occurring simultaneously at many spots in a very non-homogeneous mixture at a rate controlled by fuel injection دمعنى انه هو non-homogeneous دمعنى انه هو non-homogeneous لانه اصطلا نعنى انه في Spark Ignition Engines عندي الغازولين الفيول يكون اردي داخل Fever Mixing مع Air فبتبقى داخل الشحنة جاهزة للاحترام تمام؟ لكن هنا في Compression Ignition Engines لأ ده انواردي في Air نسبت هاو معينة وانا بعد كده بحطي لها Fuel فالفويل دي بتبقى عبارة عن ايه؟ انه نرشاش اللي هو Injection فبعد ال Injection ده بيعمل ايه؟ بيبديني زرات اللي هي بنعملها Automization يعني فبتبقى زرات زرات دي بتبقى Different Sizes وال Different Sizes دي معناه انه هو بيبقى نانهوميجينيس فعشان كده بس يبقى نانهوميجينيس نيكشر تمام؟ طبعا نانهوميجينيس نيكشر ده انا بتحكم في في الباور ازاي؟ عن طريق الفيول Injection او الفيول اللي انا بعمله Injection في السلندر اللي عندي بيبدأ بنسبة ال Compression طيب Because the incoming is not throttled طبعا هنا في compression ignition engines ما بيش عندي throttling اللي بخلاص هو ال Antique manifold البستو النازل ما فيش عندي ما بيليش اي ايه throttling عندي في throttling الهي الخان يعني؟ في التسبب كدهش الهي انجين بي عندي خان throttling لان انا طبعا بتحكم عن طريق الكمية الشوحنة اللي داخلها فانا بعمل خان هنا مفيش خان فالpressure هنا داخل بيبقى تقريبا add الضغط الجوي فعندك هنا الpressure in the intake manifold is considerably at a value close to the one to the atmospheric يعني تقريبا بيبقى الداخل تقريبا قريبا من الولد atmospheric يقال لحاجة بسيطة طبعا عشان يبقى فيه flow بس بيبقى قريب من atmospheric pressure here الفاكيوم اللي انا بشوفه في of the engine cycle very small يعني هنا فيه loss طبعا بتخصل لان بديجة ان انت خانق الهوا والبستل بنازل فده بنسمي ايه الwork loop او pump work loop دي الpump work دي اللي هي كانها pumping ان انت بتخصل شوية work ان انت عشان تعمل ايه suction انت قافل الهوا وبتعمل suction كأنك يعني 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 عندك سرينجة وسادتها من فوق وبتسحب فبتلاقي السحب صعب غير اللي انت فتاحة و بتسحب تاسحة اسهل فا ايه ده الpump work هنا بيكون اقل طبعا في compression ignition engines with the corresponding better thermal efficiency compared to spark ignition engine فا compression ratio of the modern compression ignition engine ranging from 12 to 24 يبنا عن the compression ratio تب اتغير في ال engines من 12 24 4 because the overall air fuel ratio on the in which compression ignition engine operates اه 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 الكمبارشي هنجي بيبع عندي شوية lean يعني lean mixture يعني دايما air 2 ratio ما لها بقى اكبر من 1 او ال ال ratio 5 بتبقى اعلى من 1 يبقى less brake power output is often obtained from the given engine displacement يعني مع انه عنده thermal efficiency احسن من spark ignition engines بس عنده ال power بقى اللي انا باخدها منه على نفس ال displacement هناك كلمة displacement means يعني ايه على نفس ال displacement لو كان spark ignition engine فانعندنا فانعندنا ال add displacement اه النفس عنده ال displacement ال power الخرج منه ليه لانه غالبا بيشتغل على lean mixture غير spark ignition engine the reinjection time is usually about 20 degrees of crankshaft rotation start at about 15 or without 400 and ending about 5 after the diet centre yippa reinjection time تعريبا بياخد 20 degree من الكMR كل الفترة دي بيدي فيها injector injector شغال في حان الوقود. يبدأ منين تقريبا قبل الطب دستر بخامة 16 وفي حان التاع فيه بعد الطب دستر بحوالي 5 ديجز. طيب. الإignition delay is fairly constant in real time. في الreal time تقريبا يكون صادت في حالة الانجلي سيدي الفيوليجيشن must be started slightly earlier in the cycle. عشان الانجلي سيبتا مع الطائم. فانا ايه لما الانجلي بأسرع يبقى انا لازم ابدأ ايه بدي شوائع. الكمباشن بروسس. طبعا تفاكرين البروسيسنج في ال spark ignition engines. كانت عندنا هما ثلاثة. ها ها هدف افاكرهم. ها هدف افاكر البروسيسنج في ال spark ignition engine. تاني start وبعد كده flame propagation وبعد كده ال ending اخر حاجة. ها هدف ثلاثة ستابس كده. طيب نشوف الستابس هنا الموجود عندي في الكمباشن في الكمباشن انجليشن انجليشن. اول حاجة. بتكون عندي اتميزاشن. اتميزاشن. الفيول دروبس. دروبلت. بخالي الفيول عندي نزلو في السلندر. هذا دروبلت. طبعا تريد انجيكتور طبعا. تريد انجيكتور طبعا. يعني كل مكان الدروبس دي صغير اصغر في الحاكم. وكل ما كانت اصرع في الاحتلاء طبعا. ومور افشينت. بالنسبة ليه. الاوتوميزاشن. دروبس. يبانا دائما. اللي هذا بتاعنا ادخل الانجل بتاعني اس بروبس. ودروبس تكون المنمم سايزة. يعني اهل سايز اقدر اتحكم فيه. اقدر او سايزة. طيب. تاني حاجة انا خلاص دروبلت نزلت. عايزيني اعملها. فيبوريزاشن. this occurs very quickly. due to the hot air temperature. created by the high compression. of compression ignition engines. يبانا اعطاني حاجة فيبوريزاشن. بعمل تبخير للفول اللي داخل عندي في السيلندر ده. التبخير ده بيكون سريع لي. لان already the compression ignition engine. بتكون التبخير عالية. فبالتالي بيكون التبخير داخل بالسيلندر. تكون عالية جدا. فبتساعد على عملية التبخير دي. high air temperature. needed for this. februaryzation process. requires a minimum compression ratio. about 12 to 1. ذي اللي احنا اتفقنا عليها. نقولها من 12 to 24 to 1. فقال لحاجة عشان اوصل لدراجات الحرارة دي. اللي هي يحصل عندها فيبوريزاشن. هي يكون الكمبوريشن ريشي 12 to 1. طيب. about 90% of the fuel injected. في تقريبا 90% of the fuel injected into the cylinder. has been vaporized within 0.001 seconds after injection. أو after injection. ماشي؟ بعد الانجكشن ما بيحصل. just after injection. بيبقى تقريبا 90% من الوقود ضح. بقى فيبور. في طيب قد ايه 0.001 seconds. بقى ايه بقى. بكده تانى عمل ايه بقى. حاجة عملت فابوريزاشن. بعد ما عملنا بقى فيبور. حنيعملو. حاجة مع الهير. عشان يبقى. ايه ميكشر. This mixing comes out because of the high fuel injection Injection velocity added to the swirl and turbulence in the cylinder فنعندي هنا الميكسنك بيحصل عن طريق إيه بقى أول حاجة سرعة الحق الميكسنك بيحصل عن طريق سريع جدا مع التربلنس والسويل الموجود في السيلندر فبيعمل لي عملية إيه الخالطة اللي هم تكلم عنها دي أو الميكسنك الكمبسشن يمكن ان يكون في الكمبسشنة الهاتف من 1.8 ريتش ميكسر إلى 5.0.8 وليم ميكسر يعني في الغالي بيكون لما اللي ميكسر اللي ميكسر اللي هو كان أقل من 0.8 بيكون الاحتراء صعب شوية ولما يكون أكتر من 1.8 يعني ريتش ميكسر بزيادة أكتر من 1.8 بيحصلش احتراء بلاء فهذه الليمتز بتاعيه الكمبسشن نحن هنا بالاسمئة وهناك التى انتهيت الآن الكنتوجات مثل Louisiana vapor وبعد كذى MiGsing مع صورة ال16 اذا كانت ازنتم فقط الانيجكشنا هنا لاني أحصبه uma suddenly when I lose a whole فهي الضوء بيسставляد الحد chickpe distribution of the air flow ratio that develops around the injected fuel jet بده الآن الحد Hai suggest手 هو الضوئة تشبه الروب Liquid وده بنسميه zone A بعد كده بيبقى فيه mixing لغاية ما يوصل للzone A الفرز zone A وزو E اللي ستعاندي فيه خمس steps تقريبا خمس steps أو خمس خمس layers من الفيول دي بعد الinjection بيبقى عندي ال A هي too rich to burn تبقى طبعا ما بتحصلش فيه احتراء لأنها أكتر من 1.8 equivalence ratio تقريبا دروبلتس هي liquid فمحصلش فيها احتراء دي عندي B بيكون rich mixture اللي هي ال A ال B بيكون فيها rich mixture تمام وبيحصل فيها ايه combustible يبحث فيها combustion ال C هي stochometric اللي هي النسبة المطلوبة ال D بيكون عندي lean mixture بس برضو combustible اللي هي ممكن يتحارق لكن ال E بقى بتكون too lean to burn بتكون أقل بكتير من 0.8 اللي هي وما بحصلش احتراء وما بحصلش احتراء عندي في A وال E اللي هي دي ما بيش فيها احتراء الاحتراء بيكون في ال B وال C وال D نيجي بقى لبداية الاحتراء عندي انا خلاص عملنا optimization vaporization بعد كده mixing الخطوة الثالثة بيحصل عندي self ignition start the ignition بتاعي about 8 degrees before top the center يعني من 6 ل 8 degrees تعريبا after the start of injection بعد ما تبتأ ال 6 injection تعريبا بعدها من 6 ل 8 درجات بيحصل عندي عملية ال A self ignition the air fuel mixture starts to self ignite actual combustion is preceded by secondary reactions including breakdown of large hydrocarbon molecules into smaller species and some oxygenization يبقى قبل ما يحصل الاحتراء ده بيحصل شوية التفاعلات التفاعلات دي بتبعا نتيجة درجات الحرارة عالية بيحصل عن تكسير للا A زراء الكربون والنهودرجين and so on قبل عملية ال A start of self ignition these reactions the reactions D اللي هي caused by high temperature بتكون already هي exothermic يعني طارة الحرارة answer 4 raise the air temperature in the medial located vicinity هنا بتعلي طبعا A already بتزود لدرجات الحرارة التفاعلات دي بتزود لدرجات الحرارة قبل self ignition على طول قبل self ignition فطبعا بتساعد انها بتعمل self ignition this fine leads to an actual sustained compassion process بنبدأ بقى عملية ايه processing للي احتراء تمام يبقى اول حاجة يبقى حصل عندي هنا رابعة حاجة self ignition بيكون في points متفرقة في كذا حتة لانا عندي هي droplets فالdroplets دي في كذا منطقة بيبقى بيحصل فيه اللي هي عملية بداية الاحتراء دي يحصل بعد كده ايه compassion from self ignition حصل self ignition بيبدأ يحصل الاحتراء زي self ignition دي بيمثل ازا spark ignition engine زي زي spark تمام اتبقى الاحتراء اللي هي الشرارة الاولانية اللي هو self ignition دي وصلنا درجة حرارة اللي هو self ignition بتاع fuel او الميكشر هيبدأ احتراء يبدأ بعد كده compassion يمشي بقى ايه زي ما احنا عارفين بعد كده في spark ينجي نجي نجي على layers كده اللي هي flame propagation هنا هيبقى شوية مختلف بيبدأ دائما احتراء في الختة اللي فيها slight rich zone اللي هو zoom b where's the equal transition تقريبا بتكون من 1 ل1 ونص اللي هو zoom b اللي احنا دفعنا بيكون rich mixture بتكون بدأ من نقطة متفرقة في rich mixture at this time somewhere between 70 and 95 percent of the field in the combustion chamber is in the vapor state من 70 95 percent من بقية الفئول or the vapor when compassion starts multiple flame fronts when compassion flame fronts here we have multiple flame fronts and self ignite points so it can get more flame front at the same time separate from the many self ignition sites weekly consume all the gas mixture all gas mixture all all is what this gives a very quick rise in temperature and pressure within the cylinder here it is temperature and pressure cylinder to the to the combustion here is the point A which begins injection and the point B is the combustion and the rate بيبدأ نهاية الانجكشن عند الpoint C يكون قلاص الانجكشن انجكتور قفل يعني نلاهي هنا هنا point A where the injection starts من LB the injection delay ignition delay sorry and point C is the end of fuel injection نهاية الانجكشن وهنا طبعا من LB delay قبل الاحتراء بعدها عند البي بيبدأ الاحتراء liquid fuel is still being injected into the cylinder after the first fuel is already burning يعني نلاهي احنا قولنا في ديلي ماشي بعد الديليت دا حصل بدايت self-ignite البعض الpoints بدا يحصل compulsion هلا ماحصل compulsion الانجكتور بيقفل الانجكتور still بيديني liquid fuel injected in the cylinder at the same time في احتراء this rate of compulsion now controlled by the injection rate طبعا الانجكتور بيتحكم فيه it can be configured in slower in the slower pressure rise that occurs of the initial fast rise يعني هنا هنشوف هنا ايه controlled injection هنا بيبدأ ايه الانجكتور شغال بس بيديني يبدأ ايه بيخفط في الجرعة شوية بشوية رغطة ما يوقف فهلاقي هنا هنا الpressure بيعلم مرة اهده وبعد كده بيع ايه ال stop بتاعه بيزيد معناها ايه الpressure بيزيد rate اقل يبه هنا slower pressure rise that occurs after the initial fast rise compulsion lasts for about 40 to 50 of engine rotation يبه الاحتراء الكمباشن بياخد تقريبا من 40 ل50 درجة من الكرانك انجل اللي هو much longer than the 20 degrees of fuel injection يبه يبه يوعو تقريبا بحدود ال 20 درجة بعد الفيول انجل في حين هنا example هنا هنا بيسأل على حق اسمه cycle cutoff ratio ال cycle هنالف ايه cutoff رشيد راتي يقولك diesel engine has a compression ratio 18 18 to 1 and operates on an air standard dual cycle at 2400 rpm fuel injection occurs from 20 degrees before top the center and combustion starts at 7 degrees before top the center ينهي نهيه تقريبا 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 42 degrees of engine rotation يبه يستمر اراتي نهيه نهيه the ratio of connecting rod length to the crank offset is r equal 3.4 البدي عندي اليه الكران ratio بالcrank offset تمام الconnecting rod على الكران shaft طيب A required calculate عايزين ignition delay at the time ignition delay هي 13 degrees هنا واضحة عايز at the time و cycle cutoff ratio الان بناس الان ignition delay الاول الكمبس start 7 degrees before top center and before injection starts at 20 يبه ال ignition delay هي 13 degrees of engine rotation الان ignition delay بقى بال time يبه 13 degrees هل اسم على 2400 على 30 revolution per second مضروبة في seconds سيكون cycle cutoff ratio هو rule كده المفروض متحفظوه بس ايه cutoff ratio بعدين قد عنت فكرة اخذت cutoff ratio مع دكتور ادام وقا قبل كده شباب نعم دكتور ما خلنا نعم لأ 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 القط pressure دي اللي هي volume على volume بتاع compression اللي هو part اللي بيحصل في QN بيحصل في added لل heat للحرارة تمام اللي هو part ده اللي هو أنا عندي هنا compression ratio اللي هي VR من سبي V1 على V3 اللي هي V1 على V3 تمام على V2 sorry اللي هو نعطيه V2 اللي هي total volume على volume بتاع compression chamber تمام دي كلوك عارفين هال compression ratio كلوك عارفين القط off ratio بقا دي اللي هي V3 على V2 اللي هو part اللي حصل فيه add Q in اللي هي دخلت على السنة اللي حصل فيها احتراء حصل فيها fuel inject and compression دي الفترة D required ان انت تحسبها بتسميها cut off ratio cut off ratio اللي هي rule rule بتاعها هو one plus half rc minus one وضروع في ال power دكتور معلش ممكن تاني بس cut off ratio دي cut off ratio ماشي cut off ratio انت عندي فيه احنا وصلنا خلاص لل top center صح بعد top center بيبقى فيه عد ايه حصل عندي احتراء وانتهى امتى الcompensation مش الcompensation بيفضل عندي جغال من قبل top dead center في احتراء تمام دي في الساكل بتاعتنا رعا ديه من قبل top dead center صح طيب هو بقى فاضل فيها عندي QN QAded للحرارة اللي اضافت دي لل engine فاضلت من بعد top dead center دي فاضلت معي لغاية قد ايه هنا عند point two طبعا دي اللي هي idle cycle يعني مش دي الحقيقة بس idle idle المفروض من عند point two بدأت فيه احتراء فالاحتراء ده في full injection مثلا هو بس still الاحتراء موجود لسه فترة تولي شوية هنا خلص الاحتراء خلاص بس البستون بيحصل له نازل طيب احنا عزينا من نهاية الاحتراء هنا point three دي انتهى الاحتراء خلاص ما بقاش عندي QAded حرارة بضفة او بضيفة من full بضيفة تمام هنا بيحصل workout تمام فهي دي ريشو ما عايزة من ثلاثة لاثنين دي تمام دي الID الساكل دي بنحسبها ازاي بقى من طريق الرول ده اللي هو في one plus half rc والrc دي اللي هي 18 الواحد اللي هي given هنا اللي هي compression ratio وفي عندك الر التانية دي اللي هي بتاعت crank to connecting road ratio اللي هي 3.8 one plus half rc minus one r plus one cosine theta الثتة دي اللي هي dA angle من بعد top the center لنهاية الاحتراء الانجل دي dA minus radical r square minus sine square theta طيب هنا في الرول ده نحن الرول احنا بنطبقه rc اللي هي compression ratio 18 والr connecting road هي given 3.8 اللي هي الانجل اللي هي حسب في الاحتراء هنا هتلاقي عندك الاحتراء احنا قلنا هنا 42 قعد 42 يبقى في delay وstart 7 before يبقى 7 before وبعد كده فضل في الاحتراء فشغال 42 degrees يعني بعد top dead center بعد يبقى من minus 7 لانا 7 دي قبل top dead center before dead center ودي total shield منها الجزء before dead center يبقى عندي 35 اللي هم after top dead center اللي هي 35 اللي هي هنا 35 degrees تمام يطلع عندك هنا cut of ratio 2 point 91 1 وقت خاول حد ده نسويل طيب هنأخد بس attendance ماشي هنوقف recording بس كده شوية ترجمة نانسي قنقر